نبقى مع أخبار كأس العالم حيث يتواصل إعلان القوائم بالنسبة للمنتخبات المشاركة هذا واستدعى مدرب منتخب الأورغواي ديغو ألونسو المهاجمين المخضرمين لويس واريز وإيدنسون كافاني في رابع مشاركة لهما في نهائية كأس العالم لقيادة تشكيلة شابة ومواهب واعدة أمثال فيديريكو فالفيردي وداروين نونيز في مونديال قطر 2022 كما جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس قائمة منتخب البرتغال المشاركة في كأس العالم في فقطر 2022 وإلى جانب رونالدو تواجد لاعب الخبر الآخر بيبي إضافة لنجوم مانشستر سيتي كانسيلو وروبين دياز وبرناردو سيلفا ومهاجم أتليتيكو مادريد جواو فيليكس